فلذلك دايماً بقول ما تجعلش حبيبك كل حياتك آه ده الزكاء انت عايز تبقى فعلاً متزن جداً جداً في انك انت تشكر نعمية ربنا وتبقى عبد لله لا أولادك مش كل حياتك وبابك وممتك مش كل حياتك يعني ايه؟ ما تبرهمش؟ لا برهم بس لو جعلتهم كل حياتك هتيجي في لحظة من لحظات تعتبرهم عبق تعتبرهم انهم خصموا من حياتك وفي لحظة من لحظات هتعتبروا أولادكم ايه اللي حصل؟ غدروا بيكم لا 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 احنا كلنا عبيد لله ونذلك في عبادة اسمها عبادة مهمة جداً اسمها ضبط واحترام المسافات الذي الواحد والأحد الذي ليس بيننا وبينهم مسافة هو الله يعني ايه؟ هو أقرب إلينا من حبل الوريد هو مش حالل فينا سبحانه وتعالى بس هو القريب مننا ونذلك ليس هناك أحد يمكن أن يكون له حياتنا كلها إلا الله الله قال لي حياتنا كلها طيب وأولادنا هم أركان في حياتنا بس لازم احترم الخصوصية وأول احترم الخصوصية احترم الخصوصية وأنا بربي أولادي زي ما أولادي لازم احترم خصوصيتي ما يعتبرش ابني أن أنا وظيفتي في الحياة أن أنا أوفر له اللي هو عايزه على فكرة لما بيعتبر ابني هو كل حياتي طبيعي جداً أنه يعتبرني أن أنا وجودي في الحياة عشان أقاله اللي هو عايزه بس فالتربية عبادة مهمة جداً 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 بتساعد الأولاد على النضوج ونضيف إلى النضوج كمان الاتزان نفسي وبتساعدنا إحنا كمان على الاتزان ومش بس كده وبتساعدنا على النضوج وزيك دايماً بقول التربية أحد المفاهيم الأساسية في التربية وهو ده العيب في التربية الحديثة إيه العيب ده؟ إن إحنا التربية أصلاً عندنا لازم تتسكن في التسكية يعني إيه؟ أنا وبرب أولادي أنا كمان بترب ونفس وما سواها فألهامها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها أنا وبرب أبني أنا كمان بترب أنا وبرب أبني على إيه؟ أنا وبرب أبني أنا بعبد ربنا على إن أنا عبد وفي نفس الوقت بكرس في ابن العبودية وده معناها ايه ان ابني مش ملكي وانا مش ملكي ابني لكن احنا الاتنان عبيد لله فانا بعمل كده ليه لله ولذلك هيدوم هيدوم يعني ايه هيدوم احساني اليك وهيدوم حرص عليك بس ما حدش فينا هيستهلك التاني ليه ما فيش حد فينا هيستهلك التاني لان اللي بيستهلك حاجة ده اللي بيملكها انا لا هستهلك ابويا ولا ابويا هيستهلكني لان احنا الاتنين ملكي للواحد سبحانه وتعالى فالحفاظ على المسافات ده أكتر حاجة بتسوني المحبة والله لما ابني يحسي أن أنا محافظ على أنه ده وقته اللي بيخليه لنفسه وأنه أنا ما بتخرش عليه الغرفة من غير ما استأذنه وأنه هو قادر لما يكون زعلان أنه هو يعيش وبعدين يجيلي يسألني يحس كده أنه فيه واحد بيحترمه بيعتبره إنسان وليه كيان فالمحبة تبقى متصانة ويخلي الأهل والأولاد يعيشوا مع بعضهم وما حسين حسين أنهما تحرروا مش أن الحبل السري مرفوف حوالي الرئابتهم وعيخنقهم من موتهم سنة المسافة دي سنة بتحفظ الحياة زي بالضبط المسافة اللي ما بين الأرض والشمس اللي في حياتنا لو الأرض قربت من الشمس تتحرق زي أولادنا لو قربناهم مننا حياتهم تضيع وتبوش وكذلك حياتهم لو بعدت عننا تجمد وتضيع نفس الكلام حتى في علم الزراع أقول لكم حاجة في قانون معروف عند عند اللي بيزنعوا النخيل يقول لك الفسيلة الجديدة لازم تبعد مسافة ساعات بيقوله بتسوي تسعة متر عشان عن النخلة الأم عشان تطرح لأن لو حصل كده إيه اللي هيحصل؟ هيحصل خلل فيه التغذية للنخلة فالنخلة ما تنتجش فضبط المسافات ده سنة من سنة لله في الكون حتى في التربية فلازم أنا أعمل مسافة لابني عشان أشوفه بيتحرك وأشوفه بيستطيع أنه يجرب وأشوفه بيستطيع أنه يعيش وليزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما رب الصحابة ربهم على الحب اللي بيخرج أجمل ما في الإنسان الحب اللي بيخلي الإنسان ينمو مش يعجز شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رب السيدة فاطمة إيه اللي حصل؟ السيدة فاطمة تعبد من الناب بتطحن الحب يعيني بالروحة تعبد الأمر ستنا تجرسنا حبيبة قلبنا تعبد ويقوت قلب والدها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ولزاك رسول الله كان قادر يجيب لها خادم بس هي لازم تتربى لازم تبقى متحملة بمسؤولية البيت فيعلمها رسول الله دعاء مش يجيب لها خادم عشان بيربيها حضرة النبي فاتربت لدرجة أن السيدنا السيدة فاطمة كانت أشبه الناس برسول الله مشيتها ومكانتها وهجها لما تحضر كل الناس حصل من إيه؟ من التربية شوف سيدنا الحسن لما ياخد شوف تربية حضرة النبي واحتضانه وإن رسول الله يتعامل مع سيدنا حسن وربيه على أنه هو مستقل إن نبني هذا سيد سيد يعني إيه؟ مش نغة إن نبني هذا سيد سيدنا الحسن مش مش مستفل عائل صغير ده بتاعي أنا ألعب به إن نبني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين فسيدنا الحسن على طول لما ييجي قرار حسم الفتنة يتنازل يتنازل ويجمع المسلمين لأنه تربى